اشتركوا في القناة في الدور اللي كتلعبوا المدرسة اليوم كان اعتبروا ان ديور شرب عندها دور اخر خاصة ان اشكالية ديال الشباب اني طورت وليمكن تكلمو بالخصوص اشكالية كذلك ديال التشغيل فلهذا جاء اعني زائد البرامج اعتبروا اكلاسيكية اللي كتوفر ديور شباب في المجال التقافي في المجال الرياضي والمجال التربوي لابد ان يكون هناك انخراط كذلك في المجال ديال التشغيل لهذا مع القطاعات المعنية مع الشركاء ديالنا على الصعيد وطني وعلى الصعيد الدولي فقلنا انها يكون هناك مجموعة ديال تكوينات اللي اللي اعطيها للشباب والشبات اللي ما عندهم يمكن لي ما كانت تتعاملوا فرصة باش يكملوا المصال المدرسين ديالهم وحتى يعني المواكبات الشباب والشبات اللي بغير خلقوش هركات ديالهم صغراء او متوسطة فال يعني مهم جدا مقاش فقط في برامج وستراتيجيات لابد يكونوا احد الكمبانية وشكونوا يدير هاد الكمباني ما هم هاد الاثر اللي كتشوفوها واللي حضروا معنا اليوم فلهذا اشراك هم مهم مهم جدا مبقاش فقط في ورقة في استراتيجيا فواحد بوئر بوينت هنقدموه هنسيفتور المدرسين الجاوين باش يعموه على الاثر نجينا اللي خاص لابد الاشراك نجي لهم ونضحو لهم بان الدور نجي لهم اليوم اساسي في التنزيل اي سياسة عمومية لهذا كان اعتقدوا بان هاد قبل ما نمشون توجهه للشباب خصنا بعد احنا كقطاع نكونوا مستعدين اننا نواكبوا هاد العملية مع الشباب ولهذا الحضور نجي لاخوات واخوان مشكورين نجي للمدرع ديور الشباب مدرع الاقليمي الجاوين اعتبرنا مهم جدا باش ان ذاك نتقاسموا معهم ونعرفوا الاشكاليات الكعانيوا منها حتى في الاقليم والاشكاليات متغيرة من الاقليمي لاخر تعرفوا ان العالم القروي ماشي هو المدن والاشكاليات في المدن ماشي يعني متغيرة من المدينة الى اخرى الحضور حتى يعني الجمعيات الجهات اليوم عندوا واحد اهمية خاصة لان انخراط الجهات بمهامهم الجديدة في المجال التقافي ودى الشباب هو مهم جدا فلهذا كنا اعتقد انها اليوم نهضة نديروها في ديور الشباب باش نتجاوبوا مع تحديات القرن اللي كنا عيشوا فيه ونصالحوا في الاخير شبابنا مع المراكز ديالهم لمنسوش انهم سميتهم ديور الشباب اشكر وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تنظيم هذا اللقاء الوطني حول دور الشباب نظرا للأهمية التي تكتسيها دور الشباب بصفة عامة والتاريخ ديالدور الشباب في تأثير الشباب عبر التاريخ في المغرب وكذلك يعني في مواكبة الشباب وتشجيع الشباب على جميع المستويات سواء منها الثقافية او الاجتماعية او السوسيو اقتصادية طبعا الحال الجهات منخرطة في الاستراتيجية الوطنية للشباب اولا كما تعلمون الجهات بحكم القانون عندها هيئات تشارية لشباب التي تفرد علينا شيئا ما بحكم ايضا دستور 2011 ان نشرك الشباب في بلورة السياسات الجهوية لا البرنامج تنموي الجهوي ولا تصميم الاعداد تصميم ترابي على مستوى الجهات وبطبيعة الحال هناك ايضا سياسات افقية التي تقصد وتهديف الشباب بالدرجة الاولى اولا دعم المقاولات ودعم الاقتصاد الجهوي هو بمعنى اخر ايضا ودعم تشغيل داخل جهات وبالتالي تشغيل من الرهانات الاولى لدى الشباب النقطة الثانية هي ايضا تعليم والتكوين جميع الجهات منخريطة في السياسات العمومية للتعليم والتكوين عبر انشاء بطبيعة الحال مقرات جامعية عبر انشاء دور طالب الى غير ذلك النقطة الثالثة ايضا هي المدخل الثالث والثقافة حيث ان من اختصاصات الذاتية للجهات هي هناك الجانب الثقافي وبالتالي الجانب الثقافي يعني ينعقد اولا مع الشباب وهذه كلها امور تجعل من ان نشتغل جميعا على تقارب في تنزيل سياسات العمومية على المستوى الترابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر